السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء كتير طلبوا مني أعمل فيديو عن نهر دجلة والفراط من المنبع حتى المصاب بدون أي مؤسرات صوتية وزي ما وعدتهم أني هنزل فيديو تاني وهنتكلم فيه بشكل أوضح عن نهر دجلة والفراط من المنبع حتى المصاب وإيه هي المخاطر اللي بتهدد نهر الفراط أهلا بكم ينبع نهر دجلة ونهر الفراط من مصدرين مختلفين في شرق دولة تركيا بعد اخرجهم من تركيا بيتجهوا إلى ناحية الجنوب إلى سوريا ثم العراق حتى يصلوا إلى الخليج العربي وبشكل عام يسير نهر دجلة ونهر الفراط بمصارين متوازيين في قلب الشرق الأوسط وتعرف المنطقة السفلية منها باسم بلاد ما بين النهرين التي كانت مهدا لأقدم حضارة في التاريخ اللي عاشت قبل 6500 عام قبل الميلاد وهي الحضارة السومارية والحضارة الأكيدية والحضارة الأشورية والحضارة البابلية النهرين بيوفروا الميا اللازمة للرأي وخصوبة الأرض مع وجود سروة سمكية كبيرة جدا يعيش معظم سكان العراق بجانب النهرين وتقع بغداد أصغر مدن العراق وعاصمتها على نهر دجلة يقع نهر دجلة في الجهة الغربية من كارة أسيا ويبلغ طوله 1850 كم تقريبا هنيجي لنقطة ناس كتير ما يعرفهوش هل يمر نهر دجلة على الأراضي السورية؟ يمر نهر دجلة على الحدود السورية التركية ويسير داخل الأراضي السورية بطول 43.5 كم تقريبا نهر دجلة يمر على سلاس دول تركيا بلد المنبع ثم سوريا ثم العراق ينبع نهر دجلة من بحيرة اسمها هازار موجودة في جبال توروس شرق تركيا وهي بحيرة عملاقة طولها 22 كم وعرضها 6 كم تقريبا وبتبعد عن منابع نهر الفراط ب81 كم يتجه نهر دجلة إلى الجنوب الشرقي داخل الأراضي التركية مخترقا هضبت الأنادول وهي منطقة تشتهر بالأنطار الكسيفة ويمر نهر دجلة على سلاس مدن داخل تركيا بسميل وحسن كيفة وجزيرة ابن عمر وبكده بيكون قطع مسافة 400 كم داخل الأراضي التركية بعدما بيغادر الأراضي التركية يدخل الأراضي السورية ويمر بمدينة المالكية بمسافة 43.5 كم تقريبا ثم يدخل بعد ذلك الأراضي العراقية بطول 1400 كم عند قرية في شخبور ويسير في مصاره حتى يصل مدينة الكوت العراقية وهناك يتفرع إلى فرعين فرع اسمه نهر الغرافة والفرع الثاني اسمه نهر الدجيلة ويسير في مصاره حتى يلتقي بشقيقه نهر الفراط في مدينة الكرنة وهي مدينة تتبع محافظة البصرة داخل العراق ليشكل معا شط العرب في الطرف الجنوب الشرقي من العراق والذي يسب في النهاية في الخليج العربي وبكده بيكون مرة على تسع مدن داخل العراق هم الموصل بيجي تكريت سامراء بغداد الكوت المدائن العمارة الكرنة يوجد خمس روافد لنهر دجلة داخل الاراضي العراقية الرافد الاول نهر الخابور والرافد الثاني نهر الزاب الكبير والرافد الثالث نهر الزاب الصغير والرافد الرابع النهر العظيم والرافد الخامس نهر ديالي هذه الروافد بتغزي نهر دجلة بسلسي مياه النهر اما السلس الاخير فبيأتي من دولة تركيا كما يتم استخدام المياه في توليد الطاقة الكهربائية بالقوة المائية في السدود المقامة على طول النهر في العراق وأهمها سد الموصل هنروح لنهر الفرات نهر الفرات من أشهر أنهار الشرق الأوسط وأطول نهر في جنوب غرب أسيا طوله 2940 كم يمر نهر الفرات على سلاس دول تركيا بلد المنبع ثم سوريا ثم العراق ويتكون نهر الفرات من خلال هطول الأمطار وزوابان السلوك اللي بتزيد خلال شهر إبريل ومايو وبتنخفض مياه نهر الفرات خلال فصل الصيف والخريف ينبع نهر الفرات من جبال توروس في تركيا وينبع من منبعين المنبع الأول نهر مرات سوه ومنبعه بين بحيرة وان وجبال أرارت في شمال تركيا المنبع الثاني نهر وكرسوه ومنبعه في شمال شرق الأنادول النهرين بيجروا في اتجاه الغرب حتى يلتقيان في نقطة واحدة جنوبا مخترقا سلسلة جبال توروس الجنوبية التركية ثم يجر النهر إلى الجنوب الشرقي في دولة تركيا ويمر بداخله على أربع مدن تركية أرزنجان، كيبان، سمسات، ألبيرة وبكده يكون قطع مسافة 1176 كم داخل تركيا بعد مغادرة نهر الفرات الأراضي التركية يدخل الأراضي السورية عند مدينة جرابلس وفي سوريا ينضم إليه نهر البليخ ثم نهر الخابور ويجري النهر في مصاره حتى يمر في محافظة الرقة ثم يتجه بعدها إلى محافظة دير الزور ويخرج من الأراضي السورية من مدينة البوكمال يمر داخل سوريا على ست مدن جرابلس، السورة، دير الزور، الرقة، الميادين، البوكمال وبكده يكون قطع مسافة 610 كم داخل الأراضي السورية ويجري في مصاره حتى يصل إلى الأراضي العراقية ويدخل عند مدينة القائم في محافظة الأنبار ثم إلى بابل، ثم إلى قربلاء ويسير في مصاره حتى يصل إلى النجف والديوانية والسماوة والناصرية حتى يلتقي بشقيقه نهر دجلة في مدينة الكارنة ليشكل معا شط العرب والذي يصب في النهاية في الخليج العربي يمر نهر الفراد بداخل العراق على 19 مدينة القائم، حديثة، هيت، الرمادي، الفلوجة، بابل، الهندية، كاربلاء، الديوانية، الشامية، الكفل، الكوفة، السماوة، الناصرية، والبصرة، قضاء المدينة، راوة، عنة وبكده يكون قطع 1160 كم تقريبا داخل الأراضي العراقية التلات دول تركيا وسوريا والعراق لجأوا لبناء السدود على مجرى نهر الفراد لتوليد الكهرباء واستصلاح الأراضي تركيا لوحدها بنت 22 سد على نهر الفراد و19 محطة لتوليد الكهرباء أكبر السدود التركية هو سد أتاتورك وسد كيبان سد أتاتورك تم بناءه على مسافة قريبة من الحدود التركية السورية ويحجز خلفه بحيرة صناعية كبيرة جدا مساحتها 819 كم مربع مخزن فيها 48 مليار متر مكعب من المياه أما سد كيبان فهو ثاني أكبر السدود في تركيا يحجز خلفه بحيرة صناعية بمساحة 675 كم مربع مخزن فيها 30.5 مليار متر مكعب من المياه أما سوريا فبنت 5 سدود على نهر الفراد أكبرهم سد الفراد أو سد السورة ويحجز خلفه بحيرة صناعية كبيرة جدا اسمها بحيرة الأسد مساحتها 525 كم مربع ويحجز كمية من المياه بتصل إلى 11.6 مليار متر مكعب أما العراق فبنت 7 سدود على نهر الفراد أهمهم سد حديثة وهو بيخزن 8.4 مليار متر مكعب من المياه على الرغم من الأهمية الكبيرة اللي بيحتلها نهر دجلة ونهر الفراد في الشرق الأوسط إلا أن النهرين بيوجهوا مشاكل كتير جدا منها حجب المياه في تركيا وتقليل المياه عن سوريا والعراق والإهمال والتلوس الناجم عن تحويل مياه الصرف الصحي وإلقاء المخلفات في النهر كل هذا أدى إلى زيادة نسبة الأمونيا والملوحة في النهر لذلك ارتفعت نسبة الأمراض وموت أطنان من الأسماك وتحولت التربة الخزبة إلى أراضي كاحلة وجافة وكانت المفاجأة في ربيع 2021 ظهرت صورة مأساوية على وسائل التواصل الاجتماعي لنهر الفراد في العراق أظهرت انخفاض النهر بشكل ملحوظ بعدها حذرت وزارة الزراع العراقية من أن 90% من الأراضي الزراعية قد تتعرض للتصحر أو أنها معرضة لخطر التصحر في المستقبل وانتشر على منصات الرقمية صور مفزعة لنهر دجلة ونهر الفراد من جفاف في بعض المناطق لدرجة النقاع النهر أصبح واضح في بعض المناطق الجنوبية وده بيهدد السدود المقامة على النهر من التوقف في عام 1987 تم التوقيع على اتفاقية بين سوريا وتركيا الاتفاقية دي بتلزم تركيا بإطلاق 500 متر مكعب من المياه في الثانية الوحدة لسوريا والعراق وأفاد مصدر سوري بأن لأول مرة في التاريخ ينخفض منصوب نهر الفراد بمعدل 5 أمتار وده بسبب حجب تركيا 300 متر مكعب من مياه النهر في الثانية الوحدة لذلك أصبحت نسبة المياه اللي بتصل للعراق لتتجاوز 200 متر مكعب في الثانية الوحدة وحذر من كارثة وشيكة بتهدد حياة الشعب السوري والشعب العراقي اللي بيعتمدوا على النهر في الشرب والكهرباء والرأي وفي 25 أغسطس سنة 2021 نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صور لبحيرة الأسد وسد تشرين وسد الطبقة في سوريا توضح بانخفاض ملحوظ في مستوى مياه نهر دجلة ونهر الفراد وده معناه أن للأسف المنطقة دخل على موجات من الجفاف وكان الرد الصادم من الدبلوماسية التركية اللي قالوا أن تركيا لم ولن تكن بخفض نسبة تضفق المياه إلى سوريا والعراق وقالوا أن سبب قلة المياه قلة الأمطار في النهاية أرجو أن أكون وفقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته